من رمالة ينضم إلينا جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا على شاشة الغد سيد جهاد ما التداعيات في حال اشتاحت إسرائيل بالفعل مدينة رفح مثل ما تهدد الآن يعني هناك أولا التداعي الأول هو مجازر كبيرة ضد الفلسطينيين حيث لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون الموجودين في رفح بهذه الأعداد الكبيرة نتحدث عن مليون واربعمائة الفلسطيني أمامهم ثلاثة خيارات الموت من خلال الدبابات والقصف الإسرائيلي الذي يلاحق الفلسطينيين أينما وجدوا في قطع غزة وثانيا الذهاب إلى البحر وهو أيضا موت آخر والأمر الثالث وهو النزوح نحو سيناء وهذا أيضا موت معنوي إذا جاز التعبير وهو عملية تهجير للمواطنين الفلسطينيين لا يمكن القبول بها وكذلك لا يعرف المواطنون هل سيعودون أم لا إذا ما سيطرت إسرائيل على الحدود من جديد في رفح وفي حدود رفح الفلسطينية المصرية لذلك هذه هي التبعات المتعلقة بالجانب الفلسطيني التبعات الثانية بالنسبة لإسرائيل هي العلاقة مع مصر وكيف يمكن أن تصبح هذه العلاقة بعدما أن خرقت إسرائيل التفاهمات الماضية وكذلك التزاماتها في الاتفاقيات التي وقعت وخاصة اتفاقيات عام 2005 الأمر الثالث أن المجتمع الدولي اليوم يتحدث عن عدم رغبته وعدم قبوله باجتياح لهذه المنطقة نتيجة المخاسر أو الخسائر الفادحة التي يمكن أن تسببها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة نتيجة الاقتضاد السكاني والعمليات العسكرية وشاهدوا قبل ذلك في شمال قطاع غزة وفي خان يونس وفي دير البلع ومخيمات المغازي وانصرات وغيرها من مجازر إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لا يريد الاستمرار بارتكاب هذه أو رؤية استمرار إسرائيل بارتكاب هذه المجازر الأمر الذي يمكن أن يجعل ضغطا دوليا واسعا على الحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد إسرائيل تتحدث عن خطط إجلال سكان رفح أنت شرت بأن هناك ثلاث خيارات أمام سكان رفح والنازحين بها إما البقاء إما البحر إما التوجه باتجاه مصر لكن إسرائيل تتحدث عن إجلاء ما إمكانية حصول ذلك بالأساس أمام هذه الأعداد الكبيرة والكثافة غير المسبوقة في المدينة إجلاء إلى أين؟ إلى شمال قطاع غزة أعتقد أن هذا الأمر مرفوض أمنيا بالنسبة للإسرائيليين إلا أن هذه الأعداد ستعود إلى أماكن سكانها وبالتالي عاد التنظيم نفسها لحركة حماس في هذه المناطق أي أن هناك حاضنة شعبية أكبر مما هي موجودة في شمال قطاع غزة وفي خان يونس وهي لم تنتهي العمليات العسكرية في خان يونس وفي دير البلح والمناطق أي في المنطقة الوسطى إذا جاءت التعبير في قطاع غزة هذا يعني إسرائيل وهي رفضت إسرائيل هذا الإجلاء إلى شمال قطاع غزة لأنها لا تريد عودة حركة حماس إلى شمال قطاع غزة هذا ما تقوله الحكومة الإسرائيلية وهي رفضت هذا الطلب الذي قدمه في رد حركة حماس على إطار باريس وبالتالي إسرائيل تلاحق الفلسطينيين بالموت وفقط إسرائيل تعتقد بأنه بمزيد من القوة يمكن أن تنتصر على الشعب الفلسطيني وهذا في ظني لن يتحقق لأن إرادة الشعب الفلسطيني مستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيل وفي الصمود بالتالي إسرائيل لا توجد لديها خطط واضحة تتعلق باليوم التالي لعملياتها العسكرية وهي كذلك لا يوجد لديها خطة حتى الآن لكيفية التعاطي مع مخافضة رفح وهذا العدد الكبير من المواطنين الفلسطينيين وهي تدرك الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي يدركان بأن الذهاب إلى رفح يعني تأكيد الادعاءات التي قدمتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية بالجريمة الإبادة الجماعية وتهجير المواطنين الآمنين النازحين والموجودين في خيامهم في رفح يعني أيضا انتزاعهم أو انتزاع حقهم بالعيش وانتزاعهم من الأماكن التي لجأوا إليها باعتبارها أماكن آمنة وهذا أيضا جزء من جريمة الإبادة الجماعية وربما تتحقق هذه المرة بشكل أوسع مما جرى خلال الأربعة أشهر الماضية نعم بحسب صحيفة تايمس أوف إسرائيل رئيس أركاني الجيش الإسرائيلي هارتي هليفي أبلغ نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل في رفح بحسب كلامه ولكنه لكن الجيش ينتظر أن تقرر الحكومة أولا ماذا تريد أن تفعل بسكان رفح أيضا طالب الجيش نتنياهو بأن يوضح خطط الحكومة فيما يتعلق بمحور صلاح الدين في لديلفيا السؤال هنا لماذا يماطل بنمي نتنياهو في اتخاذ قرارات بشأن هتين المسألتين المهمتين لأنه يريد استمرار القتال أولا وهو يخشى من القطاع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع مصر التي هددت مسبقا أن هذا الأمر لن يكون كسابقه وأن التفاهمات التي جرت خلال السنوات الماضية ستتضرر وبالتالي حتى الآن لا يوجد التفاهم واتفاق مع مصر وأعتقد أن الجمهورية مصر العربية تعتبر أي نزوح نحو سيناء هو خط الأحمر وهو يضرب الأمن القومي المصري وبالتالي إسرائيل تتحمل تبعات هذا التحرك ومحور فليدلفيا يحتاج إلى تنصيق أيضا مع مصر وأعلنت في غير مرة القيادة المصرية بأن هناك اتفاق نوقع في عام 2005 وعلى إسرائيل أن تحترم وأن تلتزم ببنوده وبالتالي حتى الآن لا يوجد إمكانية للتصرف في هذه الأمور مع المصريين لأنهم يرفضون التعامل بهذه التغيرات أو التغيرات التي تريدها إسرائيل وثاليا كما قلت عملية إجلاء أو التصرف مع النازحين الفلسطينيين إما أن يذهبوا إلى مصر وهذا خط يتعارض مع الأمن القومي المصري وستتضرر العلاقة مع مصر وإما الذهاب إلى البحر وهذا يعني منطقة ضيقة جدا نحو غرب رفح وبالتالي هذا لن يكون لديه جدوى وستكون هناك عمليات قتل واسعة للفلسطينيين وإعادتهم إلى الشمال يعني بالنسبة للأمن الإسرائيلي تضرر كبير في الأمن الإسرائيلي لإيجاد حاضنة شعبية جديدة للمقاومة الفلسطينية لذلك أي من الخيارات إذا جاز التعبير أحلاه ما مر بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية والأمر الذي يشي بأن نتنياهو يستخدم عملية التهديد هذه لتحسين شروط أي صفقة يمكن أن تعقد مع حركة حماس أو مع المقاومة الفلسطينية فيما يعرف بالتهدئة أو تبادل الأسرة وهذا ربما يكون جزءا من مخطط نتنياهو السياسي رجل العلاقات العامة والسياسي وليس نتنياهو الأيدولوجي الذي يريد استمرار الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير المواطنين الفلسطينيين وتوسيع إسرائيل إلى أقصى حدود ممكنة وفقا للفهم ووفقا للإيمان الأيدولوجي لدى نتنياهو والذي يدفع اليمين المتطرف والفاشي نحو تبني هذه الفكرة والاستمرار بالضغط على الحكومة الإسرائيلية ويظهر أن هناك طيارا كبيرا في الحكومة الإسرائيلية يدفع بهذا الاتجاه وأنه هو الوحيد القادر على جبح جماح هذه الطيارات المتطرفة لذا على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إبقائه رئيسا للحكومة والتعامل معه دون أن يكون هناك تهديد بإقالته أو بانهيار حكومته الحالية حتى لا تتفجر الأمور هل تعتقد حقا بأن إسرائيل سوف تشتاح رفح أم أنه سوف يتم منعها خصوصا وأنه هناك اعتراضات ليس فقط مصرية وإنما حتى أمريكية دعنا أقول أننا نحن أمام حكومة مجنونة وهذه الحكومة منذ إنشائها حكومة مجنونة وفاشية ولا يمكن التكهم بتصرفاتها لأن الاحتمالات العقلية أو العقلانية لا يمكن احتسابها مع هذه الحكومة من ناحية عقلانية من احتمالات وسيناريوهات منطقية لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ذاهبة للإجتياح وربما تستخدم هذه التهديدات من أجل تحسين شروطها التفاوضية مع حركة حماس لكن هذا لا ينفي أننا أمام نتنياهو الذي يرغب بالبقاء في مكانه وإطالة أمد الحكومة وفي ذات الوقت الاستماع إلى اليمين المتطرف وإلى أفكاره المجنونة الأيديولوجية ربما يذهب إلى اجتياح محافظة رفح وقد يكون الاجتياح في شرق محافظة رفح وقد يكون هذا الاجتياح في جنوب محافظة رفح أي السيطرة على محور فلدلفيا أو صلاح الدين وبالتالي عدم الدخول المباشر إلى الأماكن السكنية وخاصة مدينة رفح في كل الأحوال هناك سيناريوهات متعددة لعملية الدخول لكن من ناحية عقلية من الاحتمالات العقلانية أن لا يذهب إلى ذلك وأنه يستخدمها كفزاعة من أجل تحسين شروطه التفاوضية في أي صفقة قادمة لكن ماذا لو كانت نتائج هذه التهديدات سواء كانت أو ظلت مجرد التهديدات أو حتى جرى بالفعل اجتياح ولو جزئيا مدينة رفح ماذا لو أدى ذلك إلى نتائج عكسية على المفاوضات الجارية حاليا بخصوص صفقة الهدنة والتبادل بأن تتشدد الفصائل الفلسطينية في مواقفها أكثر إذا ما يوضع على الطاولة وأن تختفي هذه المرونة بحسب الوصف الأمريكي من قبل الجانب الفلسطيني على الأغلب أن المقاومة الفلسطينية ستكون أكثر تشددا خاصة أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا تستخدم ذات الأسلوب مع الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية تعتقد وخاصة رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه مزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية يمكن أن تستسلم أو أن تحصل على إنجازات تتعلق بإطلاق صراحة الأسراء الإسرائيليين لكن شاهدنا على مدار أكثر من أربعة أشهر أن هذا الضغط ومزيد من الضغط من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم يفلح وبالتالي إسرائيل هي التي ستخسر أو تخسر من جنودها ومن الأسراء المحجوزين في قطاع غزة نتيجة عمليات القتل الواسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لذلك على الأغلب أن المقاومة الفلسطينية ستكون أكثر صلابة في التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية وقد ترتفع وطيرة المطالبات والشروط التي تضعها المقاومة الفلسطينية لذلك كما قلت قبل قليل قد يستخدمها نيتنياهو للمفاوضات يستخدم التهديدات هذه من أجل القول بأنه يمكن أنه سيدهب إلى هذا الحد وبالتالي على حماس أو المقاومة الفلسطينية أن تتراجع عن بعض البنود في الشروط لكن إذا ذهبت إسرائيل الاجتياح محافظة رفح بشكل كامل يعني لم يعد أمام المقاومة الفلسطينية ما تخسره لا من سلطة حكم موجودة حتى الآن في محافظة رفح ولا من مكانة عسكرية لها وبالتالي ستكون المعادلة في العلاقة مع جيش الاحتلال الإسرائيل ومع الحكومة الإسرائيلية هي معادلة سفرية أي بمعنى مقدار الخسارة التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي هو مقدار النجاح التي تحققه المقاومة الفلسطينية وهذا يعني إمكانية الوصول إلى عمليات الموت الجماعي للمختطفين أو الأسرة المحتجزين في قطاع غزة لأنه لم يعد أمام المقاومة الفلسطينية أي مفر وإذا وضعت إسرائيل المقاومة الفلسطينية في الزاوية الأخيرة دون أن يكون هناك مسارات لإنهاء هذه الحرب أو إمكانية الوصول إلى هدنة تكون بشروط محددة وفقا لإطار باريس وكذلك تلبي حاجيات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يكون الأمر أكثر سوءا في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وفي أي صفقة محتملة مستقبلاً من جانب آخر أستاذ جهاد إلى أي درجة هذه الخطط الإسرائيلية باجتياح رفح وإذا ما حصل ذلك يعد هذا استخفافاً بقرارات محكمة العدل الدولية التي تراقب أداء إسرائيل حالياً خصوصاً بعد رفع القضية أمام المحكمة من قبل جنوب أفريقيا وإسرائيل مطالبة بتقديم تقرير يفيد بمدى التزامها بحماية المدنيين هناك من يقول بأن نظراً لهذه الكثافة السكانية الكبيرة داخل رفح لا يمكن أبداً أو من المستحيل حماية المدنيين جراء أي عملية عسكرية برية داخل المدينة من حيث المبدأ إسرائيل لا تكترث بالمؤسسات الدولية وحتى الآن لا تكترث في محكمة العدل الدولية مدامة الولايات المتحدة الأمريكية توفر لها الحماية السياسية في مجلس الأمن لأن قرارات محكمة العدل الدولية هي ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها من كل الأطراف المتنازعة أمام هذه المحكمة لكن الأنياب الوحيدة التي يمكن أن تجبر الدول على الالتزام بهذه القرارات هو مجلس الأمن وبالتالي إسرائيل تعتقد حتى الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية توفر لها الحماية من أي إدانة أو من أي تفعيل لقرارات المحكمة عملياً عليها دون أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحميها هناك هذا ما تعتقده الحكومة الإسرائيلية لكن إذا ما أقرت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل قامت بالإبادة الجماعية هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول التي ساندت ودعمت مالياً وعسكرياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي ربما تكون متهمة أيضاً بالمشاركة بالإبادة الجماعية لذلك قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بعيداً في هذا الصدد حتى لا تتحمل مسؤولية عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لذا نشاهد هذه الأيام نصائح متعددة من قبل الإدارة الأمريكية صحيح ليست من أجل محكمة العدل الدولية بشكل صريح إنما من أجل احتياجات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الحملة الانتقابية التي يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي فقد الكثير من أنصاره نتيجة دعمه الواسع والكبير للحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي قد نرى أن الدول وهذا ما نراه في تصريحات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية التي قالت بأن إسرائيل قد تمادت في ردها على السابع من أكتوبر وأريد المقارنة بين تصريحين للرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من أكتوبر والثامن من أكتوبر قال بأن إسرائيل ليس فقط من حقها أن تدافع عن نفسها بل من واجبها وبالتالي هناك إلزام لعملية الرد والدخول في حرب ضد الشعب الفلسطيني في تلك الفترة اليوم يتحدث عن أن إسرائيل قد تجاوزت الحدود ومصدر في البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها أخطأت في فهمها وفي تأييدها الواسع للحكومة الإسرائيلية وهذا في ظني بعض التهديدات التي تصل إلى الحكومة الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفضها جميع المطالبات الأمريكية والدولية لوقف حربها وذهاب إلى هدنة طويلة وكذلك تبادل الأسرة شكرا لذلك أعيد وأجاوب على السؤال هو أن إسرائيل لا تأبى حتى الآن بقرارات محكمة العدل الدولية أو المؤسسات الدولية الأخرى لوجود الحماية الأمريكية لها لكن ربما ما قد ترتكبه من مجازر لقدر الله في رفح هذا يكبهها أكثر ويضيق الحكم عليها أكثر وإن طال من قبل المحكمة شكرا شكرا جزيلا لك من رمال الله جهاد حرب الكاتب والباحث السياسية شكرا